ده يكون الملف الرئيسي النهاردة وهيشرفنا عدد من ممثل القوى السياسية وايضا المتحدث الرسمي باسم حملة حمدين صباحي لكن خلونا نشوف الازمة بدأت ازاي في تأرير الزميل اسلاموني لقاء عاجل بين رئيس عدلي منصور وعدد رؤساء الاحزاب لمناقشة ردود الافعال على قانون الانتخابات الرئاسية الذي صدر مؤخرا وبحث مطالب الاحزاب والقوى السياسية التي تحفظ عدد كبير منها على تحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية معتبرة ان ذلك يتناقض مع مواد دستور الجديد وبالرغم من ان مجلس الدولة قد اصدر توصياته بعدم تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات واقترح تحديد مدة معينة للتقدم بالطعون والفصل فيها الا ان مستشار رئيس للشؤون القانونية اشار الى ان التحصين صدر بعد موافقة من مجلس الوزراء وتماشيا مع ما تمر به البلاد من ظروف استثنائية ويبدو ان تحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لم يكن بضعة جديدة على المشهد السياسي في مصر حيث حصنت قرارات اللجنة من قبل في الانتخابات الرئاسية السابقة واجريت الانتخابات رغم رفض القوى السياسية للتحصين وقتها ويرى محللون ان تضارب الرؤى وغياب التنصيق والقرارات احدية الجانب كانت العامل الاقوى في اثارة حالة السخط من جانب القوى والاحزاب السياسية فيما يرى مراقبون ان المشهد الحالي قد يلقي بظلاله على ثقة المواطن في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة بما قد يفرد تداعيته على تنفيذ خارطة الطريق